تلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات وتخطيط العمراني 3300 بلاغ خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات وقامت بتحويلها للإدارات المختصة لدراستها وتنفيذها حسب الأولوية وبينات الوزارة أن أكثر البلاغات تركزت في قطاع الطرق وصيانة الحفر والمرتفعات وتصريف مياه الأمطار وطلبات الصرف الصحي ومواقف السيارات وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يعكس نشاط العلاقة التفاعلية مع الوزارة في ظل مبادرات تواصل تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة فتح قنوات التواصل المباشرة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين والمقيمين بغية ضمان كفاءة الخدمات وجودة الأداء الحكومي بإطار من الحداثة وذلك بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع ومتطلباته مؤكدة حرصها على تنفيذ الطلبات الواردة والتجاوب الفعلي والسريع مع تلك البلاغات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر